تماشياً مع جهود دولة الإمارات في تعزيز الاستدامة البيئية والحد من استنزاف الموارد المائية الطبيعية تمتلك الدولة عشرات محطات معالجة المياه العادمة التي تسهم في تغضية جزء كبير من احتياجات الري الزراعي تعتزم الدولة استثمار ما يقارب المليارين وثمانين مليون دولار وذلك ضمن قطاع تحلية المياه لرفع نسبة معالجة المياه إلى خمسة وتسعين في المئة وذلك بحسب تقرير صدر عن القمة العالمية لطاقة المستقبل 2023 حول الدور الأساسي الذي تلعبه تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والتحول الرقبي في منطقة الشرق الأوسط وعلى سبيل المثال فقد بلغت كمية المياه المعادة استخدامها في إمارة أبوظبي سنة 2022 185 مليون متر مكعب وذلك وفقاً لبيانات مركز الإحصاء في أبوظبي ويعد نفق الصرف الصحي الاستراتيجي في أبوظبي علامة بارزة على خريطة المشاريع المستقبلية التي تطورها إمارة أبوظبي في مجال البنية التحتية بكفاءة عالية ومستدامة ومواكبة للطفة السكانية والعمرانية والاقتصادية حيث يلب الاحتياجات طويلة المدى للإمارة ويعتبر النفق من أطول أنفاق الصرف الصحي الإنحدارية في العالم حيث يبدأ بعمق 24 متراً من منطقة المشرف وينتهي في محطات المعالجة بمنطقة الوثبة على عمق 90 متراً بطول 41 كيلو متراً وبطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى مليون وتسعمائة متر مكعب في اليوم ويقدم خدماته لمدة 80 سنة قادمة وفي إمارة دبي تجاوز إجمالي كميات المياه المعاد تدويرها التي أنتجتها مؤسسة النفايات والصرف الصحي التابعة لبلدية دبي 4 مليارات ونصف مليار متر مكعب وذلك خلال الفترة ما بين 1980 وحتى نهاية 2022 بدورها بدأت إمارة الشارقة منذ عام 2012 تشغيل أكبر محطة لضخ الصرف الصحي محطة الضخ A3 في مدينة الشارقة وفق أعلى المعايير العالمية وبتكلفة بلغت 60 مليون درهم بالإضافة إلى مشروع البواب الإلكترونية الخاصة بصهاريج الصرف الصحي وفي عجمان أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في يوليو الماضي أن كمية مياه الصرف الصحي المعالجة والمستخدمة في الزراعة بلغت 4 ملايين وتسعمائة وخمسة وتسعين ألف متر مكعب وتحمل محطة معالجة المياه العادمة في إمارة عجمان منذ تدشينها عام 2009 وفق أعلى معايير السلامة للمراقبة البيئية في عمليات التنقية وإعادة استخدام المياه أو في حال التخلص منها وفي الفجرة تلعب محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الإمارة دورا بارزا في ري المزرعات في كل من الحدائق والميادين وبعض المزارع ما يسهم في المحافظة على الموارد المائية وتعزيز استدامتها وشهدت أم القوين في عام 2018 إنجاز مشروع محطة الصرف الصحي بقيمة إجمالية قدرها 22 مليون درهم لتستقبل مياه الصرف الصحي ونواتج المصانع الضارة بالبيئة والصحة العامة عن طريق صهاريج النقل ثم معالجتها كيميائيا وبايولوجيا للتخلص من الملوثات والحصول على مياه صالحة للاستخدام في ري المسطحات الخضراء وبالانتقال إلى رأس الخيمة أعلنت مؤسسة الصرف الصحي في مايو الماضي إطلاق مشروع لتصميم وبناء شبكة الصرف الصحي في القطاعين الرابعة والسادسة في الإمارة وإنشاء محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي